نوع adaptive immunity ونوع in-net immunity قلنا ال-net immunity دي non-specific من عند ربنا كده مش ضد حاجة معينة ضد أي حاجة غريبة في أجهزة في الجسم ده والميوكاسمين برين وسيلية دي بيسيليم والحاجات اللي بتمشي في الدم مثل الفاجوسائتس والnatural كيلر والكومبولينت والكلام ده كله ده natural immunity عندما تفشل ال-natural immunity في التخلص من ال-antigen وال-antigen بتاعنا في الطب يعني الميكروب أو أي حاجة غريبة جوة جسمي يبقى يبتدي ال-adaptive immunity وال-adaptive immunity زي أول حصة قلتها يا إما أنت بودي هيمورال يا إما سلمي ديت والسيل دي لدي تبقى سايتو توكسك سيل سايتو يعني خلايا توكسك سيل يعني خلايا بتنوت الخلايا بجوها حاجة أو الخلايا المنحرفة زي ال-cancer ده انحرف إما الخلايا جواها إيه اللي جواها فيروس اللي جواها تي بي كل دول خلايا جواها ميكروب لا يهضم جوا وبالتالي لازم الواحد يكسر هذه الخلايا بما فيها اللي بيستخب فيها إما دي اسمها سلمي ديت طبعا أنا عاوز ألفة نظاركم لحتة معينة لازم تكونوا فكرتوا فيها بس أنا أقولها لكم هتقولوا لي إن الفيروس بيخش من بارا إيه بقى ده يومورا وإحنا قلنا أي حاجة تجي تخش من بارا تبقى يومورا صح يومورا بيقضي بالانتيبودي على الفيروس إنما عبل ما الانتيبودي تطلع وتخلصنا من شوية الفيروس يكون بيئة الفيروس دخلوا جوا الخلايا وتم انحراف هذه الخلايا بقت منحرفة فلازم السلمي ديت وإلا لو السلمي ديت ما تشتغلتش يفضل الفيروس أو 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 جوة الخلية وكل شوية تحنطلع عنا شوية وده شوية دول برضو وأنتيبودي موجودين يتعاملوا معاهم وتخشوا في خلية تانية أو هكذا بتبقى الحالة كرونيك كرونيك يعني مزمنة طيب دي الحصة اللي فات وقادي الحاجاتة إيه بتاعت الإيه الانت انفلاميشن والحاجات دي كلها اللي احنا قلناها وقلنا الاميونو جلوبلين استركبته إيه وأنواعه إيه قلنا الاميونو جلوبلين ماجد اي جي اي جي اي اي جي اي اي جي اي اي جي اي جي دي وأنواعهم بقى فيه مونوميرك وفيه ضاي ميرك مونوميرك زي مين زي أصغر واحد وقلقم واحد فيهم الاج جي جي اللي هو نسبته عالية ده ده مونوميرك واحدة واحدة زي العالمين دي كذلك الاج جي اي برضو مونوميرك كذلك الاج جي دي دي مونوميرك كل دول مونوميرك بس أصغر واحد موليكولوريت هو الجي عشان كده بيفوت من الفل بلاسنتا ويدي للطفل مناعة الطفل اول ما بيتقوله بيبع عنده مناعة ضد اي امراض خدتها الام وبعدين المناعة دي بتروح زي ما هشرح دلوقتي ازاي بتروح وهي الموضوع وقالا والحايل يواخد المناعة كلها من كل امراض اللي جات لامه يبقى ما يتعامش بقى خلاص وبعدين قلنا فيه داي ميرك زي الاج جي اي وده بيفوت في الزلايفة وبيحمي الميوكاس ميمبريل والاي جي ام اللي هو خماسي ده كبير كده بس قابل قابل يعني يعني عنده عشرة اف اي بي زي ما انتوا شايفين اهو والاف اي بي احنا عرفناها الكوي حتة من اللايت وحتة من الهيفي حتة من الهيفي وحتة من اللايت فانفروض يمسكوا واحد اتنين تلات اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة انما هو قدقه للمسك خمسة ساعات بيمسك بحشرة لما يكون الانتشن صغير انما لما يكون الانتشن بسم الله ما شاء الله يعني ما يقدرش يمسك بسم الله ما شاء الله دي بتاع الدكتور سوير لو الانتشن كبير يبقى هيمسك بخمسة عمره قصير عمره قصير وبيشتغل في البلان انما ميستو وحيدة اننا ما اجعمل اختبارات عشان اعرف ان الانتشن لانتشن اللي انا حطيته ما يحصل كالكع زي البلاد جروب لما يجي عاوز اعرف بلاد جروب بتاع حضرتك ايه اجيب الدم وحط ام تي ايه ازا كنت انت ايه هيتفاعل ويعمل كالكوع الكالكوع دي اسمها اجليوتينيشن هتاخدوها في العمل قلنا هما اي جي جي واي جي اي وكل واحد الميزة بتاعته كلها عارفنا هتسئلوا فيها والاي جي اي والاي جي دي والاي جي ام ودي الجدول الفروق بينهم كل دا قلناه هنقول بقى النهاردة حاجة تانية اللي هي primary and secondary immune response primary and secondary immune response يعني ايه primary and secondary وايه فيجبتها لنا في العلم لما يجي احقن الانتشن لأول مرة حقانتوا هنا دا الconcentration of antibody الانتبودي دي بنسميها تتر يعني انتبودي 10 كيلو 20 كيلو 100 كيلو 1000 كيلو مليون كيلو مليار اللي احنا بنتكلم بها دلوقتي مليار كيلو دا الconcentration of antibody اسمه تتر تي اي تي اي ار تتر وده اللي تحت دا التايم بتاعتكوين هذي الانتبودي فانا لما حقانت الانتشن هنا خد وقت كده كبير اسمه لاج فيز لاج فيز دا الوقت دا الصغير دا وبعدين تده يطلع اللي بيطلع في ال primary IgM وانا كبير واقبل فعمره صغير وكميته الى يلة بس دا بيعني حاجة مهمة جدا هتيجي في الامتحان وفقود IgM ضد ميكروب معين وليكن مثلا الهيباطايتس لها بالكامل لو IgM يبقى دا primer يبقى دا الاول دا بسميه acute stage of the disease يبقى الأكيوتي ستيج أعرف انك انت عندك حالياً المرض الفلاني لما لاقي الانت فلاني IgM يبقى الIgM بيدل على recent infection الIgM يدل على recent infection يعني لسه انا وقت العدوى دلوقتي حالاً بالا تمام؟ ومعدين يبتدي الIgM لانه عمره صير ينزل 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 لا رأيت ما يروح خالص على البيض يعني يخذ الوقت كده ويروح الوقت هو لوانا حقامت نفس الانتشن نفسي دي تحط عليها خط نفس الانتشن هنا شوفوا الانتبودل بيطلع على طول ازاي؟ يبقى دي لك فزق سيارة انما هنا كانت طويلة ايما ده الفرق بأول فرق تاني فرق ان الانتبودل بيطلع الخاتسة صغير IgG وبيطلع بكمية عالية جداً ليه؟ هتسقل برضاً ليه؟ بيطلع بكمية عالية عشان فيه memory cells احنا قلنا لما انتشن يخش يبشي في الطريق اللي انتو عارفينه تتعمل بلازمة cell تطلع له الانتبودل وتعمل memory cells بلازمة memory cells لما هيجي الانتشن يخش تاني الاستجابة سريعة لك فزق قصير وعالية جداً يبقى ده اسمه secondary immune response طيب دلوقتي واحدة ستة عشان ما تنسوش ابد المثل راح عند دكتور النساء ولادة بتقول له انا عاوزة انازل الجنين اللي بباطن طبعاً الدكتور هيسألها ليه؟ ليه بيه ان شاء الله هتقول له والله اصلاً هروح تزور بيت قريبي وكان فيه واحد في البيت ده واحدة عندها حزبة لو الست الحامل تعرضت لحزبة اثناء الحمل في الشهرين الاولانين على طول يجي للطفل ده تخلف عقلي او يحصل فيه congenital abnormalities يحصل فيه مشكلة جداً ما يشوفش القلب بتاعه ضايز يبقى ايديوت مش عارف يفهم دماغه بتكبر قد كده والبريني بقى صغير قد كده يعني بيحصل فيه مشاكل كبيرة ابداً وانا مش عاوزة يا دكتور ابني يحصل له كده لان يا انا عندي الناس اللي روحت زورتهم كان عندهم حاصب الدكتور مش عامل هيروح باعد تحليل anti body ضد الحزبة في الست دي لو anti body ضد الحزبة طلع اي جي ام فهي صادقة وليست كاذبة لانه هو دلوقتي ده اللي بيطلع في الاول اي جي ام انما لو طلع الانتي بودي اي جي جي فهي كاذبة يبقى يعود تنزل الولد ده باي طريقة والله اعلم ايه السبب بقى تمام يبقى اذا وجود ال اي جي ام يعني اصابة حديثة وجود ال اي جي جي اصابة قديمة او مناعة يبقى ده وبما ان ال اي جي جي عمره طويل فبيقعد مدة طويلة خالص تبدل تبشتينه مدة طويلة وتحمي جسم الانسان يبقى انا عرفت بقى الفرق بين ال primary وال secondary immune response عشان تعمل secondary كده لازم يكون نفس الانتش لكن لو الانتش انتاني يطلع اي جي ام ضرب لو انتش انتاني تبقى اي جي ام مفهوم يبقى لازم نفس الانتش وده عبارة عن كارف concentration of antibody سمتها تبتر تبتر متنسوش الكلمة دي والتاني time per days ادي الاي اي اول حاجة يبقى الممورة immune response بتختلف عسب هي primary secondary secondary يعني memory الممورة الممورة نتيجة first contact نعلانتش second response new two second exposure ويحصل activation of memory cells ده الكلام اللي انا قلته ما بقراش انا زي ما ناس بتقرأ السلايد شو سعيدا ايه بقى الفرق بينها responding ده بيه لمفوسايت لسه اول مرة نايف يعني جاء لأول مرة تتعرض للانتش التانية memory رقمة memory lag phase هنا قصير lag phase في primary قصيره طويل طويل بياخد سبع تيام lag phase ده هنكلم على ال primary secondary secondary اللي هو المموري بيبقى ثلاث تيام يعني يضع في الوقت ال peak اللي لاوه بتاعه بيبقى بيعلق بعد عشر تيام ده بيعلق بعد خمس تيام لأن في مموري بتشتغل laik phase طويل lag phase قصير نوع الممات الي nos sleep kry Weil وبقى ده بيبقى عالي نسبته وده بيبقى واضح تمام؟ والم ده 정확 فكر الذي يبيدل على acute stage first exposure primary إنما الآي جي جي ده بيدول على الميمور طيب لما أقولك إيه فايدة الأنتي بودي هتبص لتقول لي تخلص من الأنتيجن أنا أنتيجن الأنتيجن ده ممكن يكون توكسن يبقى الأنتي بودي في غازية الحالة أقول نيوترالايزنج أنتي توكسن يعني إذن الأنتي بودي بيعادل أو بيخلصنا من خطورة التوكسن قرصني تعبية لازم أخذ أنتي توكسن عشان نعمل نيوترالايزيشن توكسن معادلة للتوكسن وما موتش أي أنتي بودي ضد بكتيريا بس ما أنتي بكتيريا استفيلو كوكس أنتي استفيلو كوكس استفيلو كوكس انتي استفيلو كوكس بس اللي أنتي بس هذه الأنتي باس اللي كلمة؟ الذهاب الانتيبودي انتي بودي يبقى انتي بودي وبين تنسى بيخوري تختاريو كندي وتنسى بيخوري الانتي بودي ذاركت البيعان plateau انتي توكسن يبقى ده نيوترالايزنج التوكسن يبقى فيه انتي توكسن نيوترالايزنج وفيه الانتي فيروس نيوترالايزنج طيب تاني حاجة الأوبسونايزيشا الأنتي بودي بيساعد على انكريز فاجوسايتوزيز دي اسمها اوبسونايزيشا مهمة كلمة دي يعني مدام الفاجوسايتس تاكلها لقمتين تلاتة تروح واكلة مثلا ميوت لقمة يعني انا مثلا باكل احسن مثلا بحب قوي المنجا فجيت اكل منجاية لقيتها حد او نيلة مكالتش فلس يبقى ده الفاجوسايتس العادية ان انا جرابت الاكلة انما لما تبقى اوبسونايز ايه يعني ايه اوبسونايز المنجا حلوة جدا واحدة وردتانية واحدة وردتانية خلص كيلو منجا فدقيها يبقى ده اوبسونايزيشن increase فاجوسايتوزيز ازاي الانتي بودي بيشجع الفاجوسايتس انها تاكل اكتر واكتر واكتر الكمبلمينت اللي هشرحه النهاردة الكمبلمينت بيشجع الفاجوسايتس انها تاكل اكتر واكتر واكتر يبقى ده اسمه أوبسو ناي زيشن آه هتكلم بقى على قصة الأدابتف إيميونيتي بتيجي أسئلة كتير فيها في الفاينل وبتلخبطكو بدون داعي بدون داعي أولا ما هو الفرق بين أكتف أدابتف أدابتف قولنا يعني مش إنات أدابتف يعني يعني انت بريئة سلمي ديت فاكرين فاكرين الأدابتف دي ممكن تبقى أكتف وممكن تبقى باسك يعني ايه بقى والنبي ما تنسوا دي عشان تبقوا ده كترة بتفهموا الناس وتكلموهم بفهم وانتوا مش عشان ده كترة أسناك محدش هيسألكوا في طب لا تتسقلوا حاجات أساسيات الطب فلازم تبقوا عارفينها الأكتف الأكتف زي إن حاجة تخش جسمك وجسمك يطلع الأنتيبودي وجسمك يطلع أنتيبودي نين اللي طلع أنتيبودي ها صح اللي أطلع الأنتيبودي الإيميون سيستم بتاعك نتيجة دخول الأنتيبودي إبقى ده أكتف أكتف أنت اللي عملت الأنتيبودي أنت اللي عملت الأنتيبودي يعني الأنتيبودي دي حضرتك تعبت فيها وعملتها ده ما سميه المال الحلال يجي لك عمل مش عمل يسخطك يعني يعني يجي لك شغل والشغل ده بتاخد أجره يبقى أنت بتتعب بتتعب قوي عشان تاخد الفلوس الفلوس اللي هي الأنتيبودي أنت تعبت فيها بتاعتك رزقك حلالك يبقى ده أكتف الباسف انت حرامي ما الحرام بتسرق أنتيبودي من حد تاني عملها وتاخد فلوس بتاعت حد عملها تمام انت ما بتعملش حاجة خالص اكس 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 يعني ما بتعملش أي حاجة يبقى بيخش فيك الأنتيبودي اكتف بيخش الأنتيبودي باسف بيخش الأنتيبودي ما هو الفرق بين المال الحلال والمال الحرام المال الحلال بياخد وقت عشان تجمع صاروة ياخد وقت يبقى لونج ديوريشن ياخد عشان تبي اكتفيت لكن بيدوم يقعد لونج ديوريشن يحميك يعني بياخد وقت في تكوين الفلوس وبترضى الفلوس يتحميك وقت طويل جدا ليه لأن الاننتيبودي منك فيك ده اميونو جلوبلينس بتاعك ده بروتينت بتاعتك الجسد ما يتخلص منك نيجي على الحرام يلباسف تبتاخد الانتيبودي من غيرك اول ما تخدها بتبقى غني على طول ودعت الفقر يا مرجعنا خلاص بقيت غني سرقت سرقة جمدة من حد تربت حاجات مخدرات اسلحة الكلام اللصوصية ده بقيت غني في ساعتها بس الغنى ده لا يدوم المال الحرام لا يدوم يبقى very short duration لكن وقت حدوثه onset sudden مجرد ما تاخد الفوز ده تبقى غني التاني prolong هنشوف بقى الكلام ده يعني بياخد وقت يبقى long duration long duration long onset يعني بيحصلش انك تجيب بسرعة تجيب فلوس بسرعة انما short duration تيكوتوك خلاص بقيت غني تمام مفهوم في نفس الوقت بيقعد في جسمك مدة طويلة يبقى long duration انما التاني بيقعد short duration عشان ما تطلق بطوش يبقى نقول بقى ان الاكتف بيقعد مدة طويلة يبقى long duration الباسف بيقعد مدة سيارة حرامي short duration انما عند حدوث الغناء الغناء بيقعد غني ياخد وقت كتير delay ياخد لأسبوع عشر طيام شهر التاني sudden onset في ساعتها فهمتو دي ولا ما فهمتواش وانا متأكد ان كنت اخدتو الكلام ده في السنوية العام فارغ ربين المناعة المكتسبة الاكتف الشريفة والمناعة المكتسبة اللصوصية اللي هي الباسف انما بقى ايه عشان ما تنسوش في ساعات ناس يضطروا للسرق يعني يضطروا يستخدموا الباسف يعني انتو كلكو هتقولوا ايه طب ما خليها اكتف هاخد الانتش انو الانتش نعمل الانتيبود بعدها الباسف ما بتعودش لا ده واحد بقى عرصك تعبار لازم تاخد انتيبود على طول دلوقتي لازم تاخد في ساعتها انتيبود جالك مرض الدفتيريا دفتيريا في ظهورك وتتخنق وتطلع شمون لازم تاخد انتيتوكسن يبقى ده لازم تاخدها علشان تعمل لك مناعة في الوقت والحين في الوقت والحين تمام مفهوم ولا غير مفهوم مفهوم طيب الاجتف ادابتف اميونيتي مش فيه معايا خلي بالكم معايا همشي ازاي اكتف ادابتف اميونيتي او اقول باسف ادابتف اميونيتي فانا هتكلم على الحتة دي اكتف ادابتف اميونيتي اكتف معنى الانتيجم الانتيجم ده ممكن يخش في جسمي اللي انتو شايفينه ده هو بطريقتين يا ناتشورل يا ارتفيشيال ادي الاسئلة بتيجي هقول لكم زي يعني الانتيجم جاء ارتفيشيال ويعني ايه ناتشورل يعني انا قعد يعني في حالي واحد عنده حصبة كحفوشي جاب لي حصبة يبقى دخول الميكروب طبيعي في جسمي يبقى اسمه ناتشورل ها ها يبقى اسمه ايه ناتشورل ناتشورل اكتف اسمه ايه قلنا ناتشورل اكتف ادابتف اميونيتي يبقى انا لما تيجي في الامتحان يبقى لما نيجي في الامتحان اقولك ناتشورل اكتف ادابتف اميونتي ولا ارتفيش اكتف ادابت اميونتي ولا ارتفيش ادابتni ادابت اميونتي طبع انتو قال لكم شك دلوقت يساعد لغاص ميكروب دخل جسمي خلاص بقت اكتف ادابت لان Fashion دخل جسمي اكتف ادابت اميونتي اشوفوا بقى دخل طبيعي ولا انا دخلتوا بيدي في جسمكو دخلتوا طبيعي يبقى انفكشن يبقى سموناتشورة لكن انا بقى جبت الانتجين جبت الميكرو وحقنتوا في جسمكو يبقى ده صناعي اللي هو الفاكسين يبقى الفاكسين اللي بتاخدوه عشان الكورونا ده يبقى اني نوع اني نوع محضر انا يبقى ارتفيشيال تاني الكلام ده يجي يا اخوان ارتفيشيال اكتف ادابتف اميوني يبقى لو بقولك الفاكسين نوعه هتقول لي ايه صح الكلام اللي بتقوله ده ارتفيشيال اكتف ادابتف اميوني ليه ارتفيشيال لانهم حضروا حانتوا في جسمكو وليه اكتف لان انا دخلت الانتجين وبدان عمل الانتيبودي يبقى ادابتف يبقى ادى الى مناعة يبقى اميوني يبقى ده ارتفيشيال اكتف ادابتف اميوني نيجي عن ناتشورل الناتشورل قلنا ايه انا جالي اي مرض في الدنيا بقى يبقى دي اسمها كلينيكال دوز كلينيكال دوز انما اي حد مننا ممكن ياخد ساب كلينيكال دوز يعني ايه ساب كلينيكال يعني الميكروب يخش جسمك برضو بس بكمية ضعيفة جدا فما اعملش مرض انما دخل ولا ما دخلش دخل يبقى اذا الكلينيكال او ساب كلينيكال دوز هيعمله ناتشورل ادابتف اميوني المثل اللي انتو ما تنسوهوش ابدا الامثلة دي تخليكم ما تنسوهوش واحدة ست فا فيه ايه فعيل في البيت هو يبقى له بنت في البنية تتحميه وتوضبه وتعمل لها الاكل تمام وليها وظائف اخرى مع جوزها ملناش دعوة المهم ان الست دي مهتمة ببنها وترصه برسول وترشه دي طول والاكل بتغسل وتشقر عليه حاجات بقى كده ما بيعياش الودة ده بيعي كتير جدا هي اللي بتقول نفسها يا اخواني نبقى عمل كذا وجايبها شلالة وجايبها اكل نضيف وجايبها وجايبها والوقت بيعي كتير قوي الودة ابن البواب عقيتلي في الشارع الدبان في بقه وعمال يلقص من الشارع حتة لقمة وياكن مش عارف ايه ما بيعياش ها الودة ابن البواب ده بياخد ساب جرعات بسيطة من امراض كتير قوي حتى فيتكون عنده مناعة ضد الميكروبات مش معنى كده تنزلوا ابنكم في الشارع وتسيبوه في عالدبان لا اما هم ابن البواب ده نسبة الموت فيهم كتير جدا لان هو ممكن يلقط بقى ميكروب ابن لازينة ان افيري ان افيري سيفير كلينيكال دروزي موت لك انا ما بديك مثلا لما يجيلك جرعات بسيطة من المرض فانت حسنت منه وما جالكش اي اعراض شوية سلمونيلا بتاعت التايفود دي جات مع الاكل ايه دخلت لكن ما عملتش مرض انما عملت انتيبودي هذا الانتيبودي ناتشورال اكتف adaptive immunity artificial ال式 انزل خدوا الفكسين بتاعك اول ما ما يبقى عندكم سنة بتاخدوا الفكسين بتاع السل وبتاخدوا الفكسين بتاع الديفتيريا والتيتانس والسعال الديكي كل الليها تاخدوه بقى في مايكروتو فيكسينات دي كلها بس الفكسين لما اقولك فكسين اجانست تي بي ما انتو خدوش تجيه لكن انا كلمت وقلت باكسين بقى حرام عليك باكسين اجانس دفتاري يبقى اعتقد هو artificial active adaptive immune الفاكسين دايما من ميكروب عايش بس اضعفه يبقى attenuated organism كلمة attenuated يعني اضعفه اضعفه خالص تخليه مش قادر يعمل المرض او كل ده وقتله تمام او احضر الجينوم بتاعه ادي ان ايه بتاعه اعمل وادي ان ايه ده اهم حاجة في الفايروس فالفايروس فاكسين ده وجوه لي بدي ان ايه تمام او من الكفر اللي مغطي ادي ان ايه عشان يبوز الفايروس من اول و الاخر يبقى مناش دقاء بقى بالفاكسين لزا ناخده بعد كده حصة واحد فاهمنا الاكتف يبقى الاكتف ناتشورل الناتشورل افتر انفكشن او ساب كلينيكال دوز يعني ساب كلينيكال دوز او كلينيكال دوز الارتفيشيال هلا هوه هو الفاكسين نيجي الباسف لانت لو مقنتوش الباسف هزعل اول فيه ناتشورل ما فيه واحد هيجيه انتبودي من الهوى كده الهوى هواية او احقنه بانتيبودي الانتيبودي ده يبقى ارتفيشيال بلان حقوقا يبقى ارتفيشيال على طول انا مكلم عن الناتشورل ما قلتو بقى في اليمينو جلوبلي العيل بياخد مناعة من امه من امه اي جي جي اللي بيفوت في البلاسينة ولما تردعو اي جي ايه يبقى ادي باسف ايميونيزيشن ده باسف ده جات له من عند ربنا الوحد وكده ما حا انتهاش تمام وما انه اخذ من امه امه البروتين بتاعها مش بتاعه فميقعد مدة قصيرة مش انا اقولك شورت ديوريشن الباسف اهي اللي دخل الانتيبودي يبقى شورت ديوريشن يبقى بعد ستة شهر الطفل معرب لاي مرض فبديله بقى دي 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 فاكسينات كلها بعد ستة شهر سمعني بعد ستة شهر لان طول ما هو بيرضع عنده انتيبودي جايا من الام وهو جايا له اصلا اي جي جي وخصوصا اللبن المصمار لبن المصمار اللي بيثبت مناعة الطفل تثبيت ده اسمه كلوسترام اسمه ايه كلوسترام ده اما تسأل اي واحدة والدة في الفلاحين كده ودرستش طب تقول لك لبن المصمار اللبن المصمار اللي هو الكولوسترام اللي هو اللبن بتاع التلات ايام الاولانيين مليان انتيبودي نيجي للأرتفيشل بقى أرتفيشل انا قلت أرتفيشل اجيب الانتيجن ركزوا معا مش هديف البناء ادم انتيجبن ادم ده يبقى اكتب وديف حصان اديف ارنب اديف فار واخد السيرم او اخد الانتيبودي من الحصان ده او من الارنب ده او او وادهو لك والحصان ده مش حصان طبعا وانت ارنب ابدا يبقى الانتيبودي اللي جايلك دي فورن فأنت هتتخلص منها يبقى ده بس ده ارتفيشل لازم اديه بسرعة بتاعبان قراصلي دفتيريا جاتلي جالي غرغرينة غازية بتطلع توكسن لازم اعادل التوكسن ده بسرعة بالحكاية ده فهمتوا الادابتف اميونيتي وعرفتوا قد ايه مهمة بتأسئلة فيها يبقى ده الادابتف اميونيتي اكتف ناتشورل ادابتف اميونيتي اكتف ارتفيشل ادابتف اميونيتي بسرعة الادابتف اميونيتي كل ده تلخيص اللي انا اقوله اه لما نحب لبقى نسقط حد في المعيدين بتاعنا سوى ماجستير او دكتوراه قلهم كومبليمت يجي لهم رعشة على طول حاجة صعبة وفيه منتهى السهولة بيذكروه بيحفظوه الحفظ ما ينفعش الفهم لازم ايه الكومبليمت الكومبليمت يعني المكمل المكمل لاي اميون راكشن سوى انيت او اقوائي بس هو بيشتغل في الانيت اساسا وفي الاقوائي وفي الاقوائي حل الكومبليمت ده عبارة عن ايه ده جزء من الانيت اميونيتي وجه ذلك الادابتف الكومبليمت ده مجرد ما يخرج من السيرم هو موجود في السيرم بتاع الحيوانات واكتر حيوان عنده كومبليمت اسمه الجينا بيج الارنب الهندي بيسموه فيه الفلاحين زؤزق لابن اول انت بسوكه بسي زي 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 بسامينه زؤزق ملون كده ابيض في برطواني في سويل ده ممكن تقوم عند الفراجية بتاع الحيوانات يبقى ده part of the innate and adaptive لازم تكتب هنا adaptive and adaptive and adaptive immunity ثيرمورابايل مجرد ما يطلع يقعد نص ساعة يبوز لكن عاوز ابوزه بسرعة كده احطه في درجة 56 لمدة 30 دقيقة احطه فيه ترباس درجة حرارته زابط هنا 65 65 درجة لمدة 30 دقيقة يبقى طيارة الكمبت ده بطر اعمله كده في الاختبارات انما الكمبت في جسمنا وجسموكو كلكو مش بايز شغال بس in active في حاجات بتعمله ايه هي ال innate immunity او ال adaptive immune مكون من من بروتينات عديدة تسع بروتينات سي وان سي تو سي يعني سي وان سي تو سي سري فور فايف سي سبن ايت and nine مكون من تسع اجزاء كل جزء وليه شغله وليه طريقته ومش معنى سي وان وطو يشتغلوا الاول وبعدين سي سري وبعدين سي فور لا لا فيه تركيبه معينة عشر حلقه حال يبقى يبقى ينكلود سيبرال سوليبل بلازما يبقى موجود في البلازما في البلازما بتاعتنا اللي ماشي فيها الكرات الدم والبيضة والحاجات هو موجود في البلازما ودي فليود لا ده كمان موجود في all body fluid except cssf and urine فهذه سؤال بلازما موجود saliva موجود gastric juice موجود فريد تعرى موجود يورين لا يبقى الexcept بتاعه يبقى except cssf السائل النخاعي اللي بحوالين المخ والspinal cord تمام وفي اليوريو مش موجود أجزاء منه بتتكون في الليبر كلها inactive form ما بتشتغلش إلا وقت اللزوم إلا وقت المناعة الانيت أو ال adapt هزا ال complement بيبقى منسميه acute phase protein حاجة زي c-reactive protein اللي خدناها في الانيت immune هو موجود كده عشان يعمل inflammation ويطير أي infection الكلام ده لازم يبقى محفوغ ال complement في الانيت والأداب ما يقدرش يتحمل حرارة 65 لمدة 30 دقيق مكون من 9 حتر من 1 لتسعة موجود في body fluids كلها بتاع إبنا معادة c-s-a full يورو بيكون في الليبر وبيشتغل as inflammatory as inflammatory as inflammatory complement بيمشي بتلت طرق أنا مش عاوسكوا تعرفوا غير طريقتين classic والalternative الأولانية والتانية يبقى ال complement بيشتغل يا إما classic حاجة classic طبيعية كده يا إما متحور alternative الليكتن ده سيبكوا منه دلوقتي هيتقال في العمل إنما خلينا في دوق طيب أنا همسك بقى والطريقة الوحيدة اللي تفهموا بيها ال complete همسك ال classic passway ال classic passway أنا أقول إن ال complete بنقادة بالسود اللي علمين ده اللي شايفين مكون من أربع حتك في جسمنا في منتق الأهمية التان إيد وإيد ورجل ورجل ورجلتين هوا الإيد الأولانية اسمها C1 وبعدين الرجل بتاعتها اليمين C2 رجل شمال C3 إيد شمال C4 آدي البنى آدم البنى آدم اللي عاوز يركب الأوتوبيس عاوز يركب البص بتاع الواد اللذيذ ده فهيجري هيجري لأن المشرف بتاع الفاص أو ال 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 هو اللي بيجمع الفلوس أو اللي هو بيمشي السواء الكوندكتور اتحم أو زمر أو قال للدرايفر سوق فالأوتوبيس مشي يعني إيه بقى كومساريو يعني يعني ده أنتجن وأنتيبودي هاو ستعمل ده أنتجن ده الأنتجن وده الأنتيبودي يبقى حصل أنتجن أنتيبودي تفاهم أنتجن أنتيبودي رياكشن يبقى لو حصل أنتجن أنتيبودي رياكشن الأوتوبيس هيمشي والوهد عاوز يطلع يركب الأوتوبيس وإلا المدرسة أو هتفوتوا الحصة هيمسك ب بقديل اتنين هي ايه ده هي وإيه ده هي ماسك في الجاب طالع السلامي ماسك في بقديل ايه ده سي وان وسي فور آه يبقى كومساريو ما تشغلش غير سي وان وفور ليش وان تو ثري لا سي وان وفور يمسك بأيديه بقى بحاوز يلحق هو بجري ومسك بأيديه وبعدين يحط رجله رجله اليمين اللي هي سي تو تمام راح حطت رجله على السلم وبعدين هو كده فعلا ركب يروح حطت رجله التانية يبقى ركب خلاص أول ما بيركم ها يروح يروح السواء قفل الباب هو ركب جوه بس ركب جوه هو متغص جدا لأن السواء لأن السواء أنا أسف عنيش لأن السواء قفل الباب وكان ماشي وسايبه ومش هيخش المدرس يبقى فاهمين دي أول حاجة الأوتوبيس ده عبارة عن أنتجين أنتيبودي ريأكشن ده الأوتوبيس أنتجين أنتيبودي ريأكشن الراجل الأنتيبودي قال لي السواء يمشي اللي هو درايفر والتاني جاي جاري يعني هيعمل إيه؟ يمسك بإيه سي وان وفور وبعد نحط رجله سي تو وبعد سي سري روح قفل الباب هو متغاز منه جدا يحصل أنتجين أنتيبودي ريأكشن ويفرق علينا الأوتوبيس أول ما يخش الكومبليمت يروح ضرب في الكومبساري وسواء مفتته يبقى ده فايدة الكومبليمت هنقول تاني هنقول تاني السواء الأوتوبيس ده بكتيريا البكتيريا دي أنتجين جالها أنتيبودي هنقول سواء الأوتوبيس الأوتوبيس بكتيريا فيونس عفري تأذرق بها أي حاجة أي حاجة داخلت جوه جسمي وحشها يبقى البكتيريا هنقول بكتيريا البكتيريا دي الأوتوبيس 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 هي البكتيريا جاله أنتيبودي اللي هو كومساري ماشى الأوتوبيز في واحد عاوز يركب عشان يروح مشواره ده موجود في كل حتة في جسمنا معده CSF واليورين ويسمى كومبلم راح الكومبلم الداخل ماسك بيديه 1 4 2 3 1 4 2 3 داخل جوه راح مفرق على الدنيا وفرق على البكتيريا وده بقى ايه يبقى مناع ولا لا يبقى مناع فيه انتيبودي دخل ولا ما فيه فيه بدلا دخل انتيبودي يبقى ايه يبقى ادابتف ايميونيتي يبقى ادابتف ايميونيتي فهمتوا ده ده الكلاسي اهه احنا بنعمل كده بنيجي نركب الأوتوبيز السلاء الأوتوبيز ماشى اقعد اجري وراه وامسك بأيديه ورجلي وخص وروح ضرب الكومساري والسوار انا اتعاوز اركب العالم واروح المدرسة اروح الكلية اروح نشواري فهمتوا؟ مش هيتفهم غير كده طيب عملنا تحوير بقى ايه التحوير ده بقى ده جاي يركب لقى الباب مقفول من اصله يروح ضرب رجله في الباب كاسو رجله ده ايه بقى انه هو سي سري ايه بقى ده اولترنتف باسوير والنبي تخليه ببالكم معايا الكمبل منت فقد تلات حتة ما اشتغلتش ايه هم تلات حتة دول سي وان سي فور سي وان وفور وطو وراح داخل على سري على طو انا عارف ان الحصة خلصة سري ده يروح متكسر الى سري بي وسري ايه ايه اللي هيجو اي لايبوبوليوسكرايد حاجات حاجات في الجسم جوه اندوتوكسي ويساعدوا فاكتور فاكتور بي ويدي وبرو بوريدين دول كلهم كومفرتيز كومفرتيز يعني يكسروا دار جلي يكسروا الكومبل منت سي سري الى سي سري ايه وسي سري بي سي سري بي يساعد على التهام الفاغوسيط فاغوسيطوس انكريز فاغوسيطوس سي سري بي سي سري ايه يعمل فازو دايلاتيشن سيسري بي يمسك فرامسة يركز صراحة خمسة ايه وخمسة بيه خمسة ايه يعمل كيمو تاكسس تلاتة ايه يعمل فازو دايلاتيشن يبقى دا فازو دايلاتيشن مع كيمو تاكسس يؤدي الى انفلاميشن يبقى سيسري بيكسر سيسري ايه وبي بيه يعمل افصونيزيشن سيسري ايه يعمل فازو دايلاتيشن سيسري بيه يمسك في خمسة يكسر خمسة ايه وخمسة بيه خمسة ايه كيمو تاكسس كيمو تاكسس مع الفازو دايلاتيشن يعمل انفلاميشن تمام؟ خمسة بقى بيه يمسك في ستة سبعة تمانية تسعة يروح لفرق على توبيه يبقى دا اسمولايسس يبقى اذا إذن الكومبليمنت بيعمل بيعمل كيمو تاكسس بيعمل كيمو تاكسس بيعمل كيمو تاكسس ويعمل اللي هو كيمو تاكسس ويعمل يخلي تخرب كل الجرانيولز اللي فيه ثم تعمل الالرجي وبعدين في الآخر بيفرقع سايتولايسيز يعني ممبرين التاك يفرقع الدنيا ويخرج الكمساري أو البكتيريا مفرقع قادي الكومبليمنت نشكركم هذه الحصة تولد شوية عشان نجيب بإيد زميلكم اشتركوا في القناة